النادي الاهلي وصل لمراحل متقدمة جدا جدا في التفاوض مع جسطافة وسوزة مهاجم جنبوك الكوري الجنوبي دي حضراتكم عرفتوها وانهالكم انبقاها النادي الاهلي مش عايز يحصل معاه اللي حصل في يناير انه يعتمد على التعاقد مع لاعب واحد او التفاوض مع لاعب واحد ولو حصلت مشكلة مع اللاعب ده او في التفاوض او حصل اي ازمة يبقى الاهلي فورطة ومتعايدش مع مهاجم لا النادي الاهلي مع سوزة بيتفاوض مع مهاجمين اخرين تكلم مع النادي معاهم النادي متختب جدا على اسم المهاجمين الاخرين النادي الاهلي فاتح خطوط واتصال مع اكتر من مهاجم واكتر من نادي عشان لو موضوع سوزة لاي سبب ما تمش يبقى النادي الاهلي عنده بلان بيه او الخطة البديلة في التعاقد مع مهاجم اخر المهاجم الاخر ده وارد انه يبقى برضو موليك وارد هتقول لي موليكي مش تقفل الباب ده مازال بعض الوكلاء بيقنعوا النادي الاهلي وبيقنعوا بشكتاش من الناحة التانية ان الصفقة تتم وان يحصل تقليل في طلبات بشكتاش المالية عشان النادي الاهلي يتعاقد مع اللاعب بس النادي الاهلي وبشكتاش تعارفين كانوا قصلوا لطريق مزدود ان بشكتاش يغالي في طلباته المالية والنادي الاهلي صرف النظر في النص فيه وكلاء بيحاولوا يقنعوا الطرفين او بيحاولوا يوصلوا لصيغة تفاهم واتفاق بين الطرفين الاهلي وبشكتاش التركي اشتركوا في القناة